شكرا لكم فيديو جديد وهالمرة ما راح يكون تصليح راح يكون بعض الملاحظات حول هذا الموديل من ايسر طبعا الايسر اسباير 3 موديل هالكامل خلي شوفكم يا هنا موديل هاللبتوب مثل ما شوفنا عدكم على الكاميرا هذا طبعا هاللبتوب لاحظت بيها عيوب صناعية وعيوب التصميم حبيت انبه الاخوة اللي مقررين يشترون منها انه ياخذون بنظر الاعتبار هاي العيوب اللي بالتصميم طبعا اول شغلة يمكن غيري ما يشوفها عيوب ولكن اني موجهة نظري راح اشوف بحكم الخبرة انه هاي اللابتوب راح تعرضي مشاكل كل الشبيرة بالمستقبل اهم هاي المشاكل انه الكيس او الكوفر ماته راح يتعرضي تكسر بشكل كبير لانه مثل ما شوفون استاند استاند اللابتوب هنا بظهر الشاشة يعني مجرد تفتح اللابتوب بهذا الشكل الشاشة راح ترفع الكوفر من مكانه يعني اللابتوب مستندة بهذا الشكل خلي شوفكم اللابتوب تستند على الشاشة يعني الكوفر يقعد على الستاند هنا يعني الشاشة ترفع الكوفر فهذه الحركة راح يكون حمل اضافي على النرمادات او القلابات او سموها المفصلات فرح تعرضي مشاكل كلش كبيرة خاصة حاليا جديدة حاليا بما انه جديدة ما راح يصبح ضغط قوي على النرمادات او على القلابات ولكن بالمستقبل بعد ما تبدي تثقل حركة القلابات او المفصلات مع هذا الضغط اللي جاي سبب الشاشة بهذه الحركة اللي شوفوها طبعا راح يصور ضغط كلش كبير على القلابات ورح تتكسر ورح يطلع بها عيوب كبيرة كلش هاي المراحظة الاولى المراحظة الثانية اهم بكثير من المراحظة الاولى شنو هي المراحظة المراحظة انا اعتقد هذا الموديل راح يصبح بمشكلتين اضافيتين المشكلة الاولى بمشكلة حرارة شلون سيف راح اقول لك شوف نظام التبريد مالتها شوفو على الضوة طبعا نظام نحاسي او مشتة الحرارة او الهيتسينج مالتها نحاسي ممتاز بشكل يعني ممتاز عاملينا وكبير وضخم وفان اهم حلوة ولكن هذا الموديل الشغلة المو حلوة اللي بي شنو انه اولا الفان الفان من تنفخ تنفخ من هنا شوف الفراغ اللي تنفخ منه الفان صارب هنا وين نفخ مال الفان صارب؟ الهيتسينج وين طلع الهوى؟ طلع الهوى على الشاشة هنا يعني هي او رادي صارب عليها حاجز يمنع خروج الهوى بسلاسة من داخل اللابتوب شوف موقف فراغ يعني يعني الهوى جاي يطلع ويصطدم بالكنر ما للشاشة ها طبعا كل شفاول ش راح يسبب هذا الشيء بالمستقبل بعد ان تتكوم الاتربة بداخل الهيتسينج راح يصبح عنده مشاكل حرارة جدا شبيرة للمستخدمين يستخدم هذا الموديل علاوة على ذلك هاي الحرارة راح تيبس راح تيبس هذا الجزء من الاطار ما للشاشة هذا المكان راح يصير بيها تغير باللون ورح يصير بيها ياباس وهذا الياباس راح يؤدي الى تكسر هذا الجزء خاصة في حالة اذا يحاول احد الفنين فنين استبدال الشاشة فمجرد انه راح يرفع الاطار راح يشوف انه هاي المنطقة راح تتحطم بيده بالكامل فهذا فاول كل الشبير يعني علاوة على انه يتغير اللون وتبس هاي المنطقة هي المطاومة الكبرى انه جاي يحجب هذا الجزء جاي يحجب خروج الهوى الحار من داخل اللابتوب بسلاسة طبعا هاي كوارث بالتصميم ما عرف شنون شركة ايسر تخطأ هايش خطأ من العشاق شركة ايسر ومن العشاق ماركة ايسر لانه صراحة لابتوب جدا قوية وحلوة ولكن شنون اللي الدفاعهم يسوون هيش لابتوب ما عرف صراحة اه ارجع و اقول فاول كل الشبير لاحظات حول الكفر الكفر مالتها الكيس مالت بلاستيك الماوس تتش بايد حجمه كبير ومريح بالاستخدام الكيبورد مالتها سلس جدا وعطل ما شوفون بدون صوت تقدر تضغط على الازرار هنا عندك المنفذ مال يو اس بي ومنفذ الصوت باضافة الى الاضوية الخاصة بليد التشغيل ولد الشحن طبعا من الطرف الاخر عندك عدد اثنين يو اس بي ثري بالاضافة الى مخرج اج دي اماي علاوة على عندك هنا المدخل مال اللان وعندك ايضا منفذ الشحن اللابتوب انيقة وحلوة عدى المراحضات اللي اتناولناها وحكينا عنها ببداية الفيديو طبعا ما يفوت نحكي لكم عن مواصفات تقنية لهذا اللابتوب طبعا تفرق من اللابتوب الى اخر ولكن هذا اللابتوب البيدي مواصفاته هي Core i5 من الجيد الثاني عشر وسرعة المعالج هي 1.3 قليلة جدا قياسا بمعمارية المعالج رام 8 جيجا كارت الشاشة مثل ما راح شوفكم هسا كارت الشاشة هو انفيديا جيفورس ام اكس 550 خارجي و يو اج دي داخلي من انتل طبعا مراحضة اخيرة شباب حول هذا الموديل تنصيب الويندوز 11 على هذا الموديل شرط لانه ما اعتقد يتوافق وياه الويندوز 10 فتنصيب الويندوز 11 يطلب منك تنصيب تعاريف ليظهار الهاردس طبعا بعد ما توقف السكور بوت من اعدادة البايوز الطريقة مشروحة كاملة بفيديو سابق يخص لابتوب ايسر نيترو تقدر ترجع لها رابط مع الفيديو فيه صندوق الوصف اسفل الفيديو تقدر تتعلم طريق التنصيب الويندوز لهذه الموديلات بس هذا كل شي اللي عندي في فيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلتم بكل جديد قاموا اياكم سيفقد دايما كانت قد دايوتك في امال للشباب